هيفا رزاجي طبيبة بيطارية وصحبة صفحة معروفة على الفيسبوك رفق بالحيوان أنا دكتورة هيفا رزاجي وأنت بيطارية ومعروفة أنك تدافع على الحيوانات سؤالي الأول لك قرر رئيس البلدية والمجلس الشعبي البلدي خلال اجتماعه أنهم يتحولوا لمرحلة استعمال السم ولو قال لك لا لدينا حل آخر طرينا أنه هكذا القضاء على هذا الظاهر الكلاب الضلة يكون باستعمال السم أو باستعمال الخرطيش كحد أدنى يعني من الخطورة أو أنه في حل آخر أول حاجة قال الكلاب الضلة هم تأكدين أنهم كلاب الضلة ومشي كلاب تعناس إذا يقتلوا كل كلاب الضلة وسيد اللي تلقي كلابه لأطاكه المرأة وربيش فيها يوليدها يا أخي عدنا مشكلة حناية الكلاب مكان كلاب الضلة صح عاو يصبر فيهم أطاكهم الكاميرامن مطاكوش الكاميرامن صبروهم برا كان كلاب الضلة وكان كلاب متخبية كان ناس يتلقوا كلابهم لازم أول حاجة على البلدية الانكات الكلب هذا لازم يصبع عدما إلا هذا كسيد يخبي كلبه والكلاب هذو قاعد يرى هم يدوروا مادنى وشام يأكلوا هم ديجا خدمتهم وما ينقوا في حشك خلينا هذه تعتبر كلاب ضلة دكتورة لكن هل في حل آخر لاستدراج هذي الكلاب الضلة دون استعمال خرطيش أو حتى الصم في حلول ديجا أولوها راهي كلاب رايحيونات رايحي سمحتك ممكن واحد سراق نشكه فيه بالسراق وقتله قال للناس لازم احنا نقوم شحل ما راي يقتلوا والمشكل دائمين يكون عادنا يديروا ديغوفيج نعم مانشك بلدية عندها لا فوريار تحت كنين ممكن يقول فوريار كنين مش فوريار تعليل يقتلوا بالكهروب فوريار كنين يرفضوا الكلاب بسك هذي الكلاب يقدروا يحكموهم لاشتاب خرطيش ماشي خرطيش يقل الانستيزيون إلا يحبوا يتيري ويحبسوا يتيري يتيري بلدية الانستيزيون يديروا نوموش كاين وسائل كتيرا كاين وسائل كتيرا نحن سهل هو القتل دائما نحن السهل هو القتل بمعنى أنه فكرتك أنه إذا كنت فيه محمية الكلاب كما يحدث في دول غربية أعم ماشي غربية تركيا ما نروحوش باع غربية يخلونا منهم تركيا 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 الكلاب برهم يضروا قدلهم من جامعة الأزرق الكلاب برهم مطلوقين رهم عندهم محرية ستغيليزاسيون فاكسيناسيون وليزم رئيس البلدية يديروا لها فاكسيناسيون تيرابيك ما مش يديروا فيها فاكسيناسي يديروها مرات العام وما يقتلوا والكلباء اللي ولدت ولادها راي مع جرابة حامد خبية هادوك جرابة رامستة اسمها حاجة بتقوليش تحكم فيها أصلا هاجمت محمية فلاحية لمواطن على ما أظن في ولاية غردية دائما في النعامة وخلفت في المنعة عفوا في ولاية غردية وخلفت هذه الخسائر دكتورة تقدري تشوفي يعني بعينك الصورة هادي شي بيسرع غرف الزاير يسرع حتى في الأوروب راي شرح حتى في الأوروب راي اللي بغوا بي يقتلوا فيها ماشي غرف الزاير راي كلاب حيوانات تاكل إنسان عجل ما يكلى راي ويسرق دركة احنا ما حاش نحاسبوها حيوانات بصح هذا وليزالبغ على ما عندهمش حكي لكن سمحية فعليك هذا السؤال هذه المشاهد ما تخليش أنك تستعمل خراطيش لقتل هالكلاب كلاب كلاب حراسة كلاب حراسة لا أخور يسمى كين هذا الكلاب اللي قتلوا البروبي كم يحكموا ميربهم يعدوا ميحاموا على البروبي أم جي عانين أو قال نفايات سهل قتل كلاب سهل التسميم بسحة مش سهل ترفضوا النفايات مع ما تهبروش الواحد طيب هم تأكدين انهم كلاب ضلا ومش كلاب تعناس إذا قتلوا كل كلاب ضلا وسيد اللي تلقى كلابه اللي أطاكوا المرأة وربيش فيها يوليدها يا أخي عدنا مشكلة حناية الكلاب ما كان كلاب ضلا صح عاوي يصبر بهم أطاكاهم الكاميرامان ما طاكاوش الكاميرامان صبروهم برا كان كلاب ضلا وكان كلاب متخبية كان ناس يتلقوا كلابهم لازم أول حاجة تعالبلا دي الانكات لاغو بتاع الكلب الكلب هذا لازم يصبح ادنتي فيه عدما الى هادك سيد يخبي كلبه والكلاب هاده وقع اللي أراهم يدوروا ما دنا وشام يأكلوا هما دي جاء خدمتر وما منقوا في الحشك خلينا نسأل رئيس البلدية سي محمد غريب هل تعتقدون على أنه هذا الكلاب هي كلاب ضلا وليست كلاب تابعة لمواطنين يعني لا أجزم تماما أنها كلاب ضلا لأنه نحن في الصحراء هنا أنا نعرف البيطارية مشكورة لأنه في الشمال فيه ناس ولكن اللي عنده كلب معتاني به اللي مربيه معتاني به ومخص الميدان اللي يستعمل سواء الحراسة سواء الرعي سواء إلى غير ذلك فبالتالي هذا مش ممكن يعني في الوضع الحالي نعتبرهم لأنه كلاب تجوب الشوارع ليلا وفي النهار تمشي المخابع سواء طبيعة الصحراء سواء في معلش سيدين تفقوا على هذه النقطة هذه تعتبر كلاب ضلا لكن معلش لكن هل في حل آخر لاستدراج هذه الكلاب ضلا دون استعمال خرطيش أو حتى الصم في حلول دي جاء أولوها رايحي كلاب رايحي ونات رايحي سمحتك ممكن واحد سراق نشكه فيها سراق وقتله قال للناس لازم نحن نقوم وشح المرة يقتله والمشكل دائما يكون عدنا يدروا دغوفيج نعمل من شك بلدية عندها لفوريار تحكينين ممكن يقول فوريار تحكينين ماشي فوريار تحكينين يقتلوا بالكهرباء فوريار تحكينين يرفضوا الكلاب بس كذلكلاب يقدروا يحكموهم لاشتاب خرطيش ماشي خرطيش يقل الانستيزيون إلا يحبوا يتيري ويحبسوا يتيري يتيري وبلد الانستيزيون يديروا نعموش أو لا في وسائل أخرى لإمساكد الكلاب دون قدر عربية نحن سهلة هو القتل بمعنى أنه فكرتك أنه تكون فيه محمية الكلاب كما يحدث في دول غربية أنهم يمسكوها أعطي شي غربية تركيا ما نروحوش بع غربية يخلونا منهم تركيا 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 الكلاب رغم يضروا قدام الجامعة الأزرق الكلاب رغم مطلوقين رغم عندهم حرية ستغيليزاسيون واكسيناسيون وليزم رئيس البلدية يديروا لا باكسيناسيون تيرابيك لا باكسيناسي يديروها مرة في العام وما يقتلوا والكلبة اللي ولدت ولا دراي مع جرابة حامد خبية هذك جرابة رامستة اسمها حاجة بتقول يش تحكم فيها أصلا طيب أعودي رئيس البلدية سي محمد غريب استمعت لرأي البيطارية في حلول عندكم أنكم تقدروا تعملوا متما قالت هي في تركيا أنه يتم إمساك هذا الكلاب بطريقة منظمة وتروح المحشر عندكم مخصص في البلدية يا حبة اليوم الظروف تتعرف أن الظروف الحالية وخاصة في الصحراء هي مش كما تركيا ولا إسطنبول نحن نعيش في منطقة صحراوية منطقة يعني عدها خصوصياتها إلى غير ذلك هذا حيوان افترس إذا كان في حلول نحن بالتنسيق مع البيطارية والتنسيق مع كل الجهات نحن فاتحي الأبواب أننا نسق ونستعين بالخبرات نتع كل الجهات ونطبقها في بلديتنا ولما لا ولكن نحن اليوم رأنا في منطقة تتعرف في الجنوب نتمنى أن الدكتورة تتصل بنا والله يعني التنفي تعدنا وما عدنا مشكلة نحن بأننا هذه الخبرات على الأشياء ولما لا مكش مشكلة طيب كي أوضح صورة فقط كذلك لدكتورة هيفا رزاقي هو يتحدث عن نوعية ملكيلاب في الجنوب لتكون أخطر منها لموجودة في شمال في المدن أعرض عليك هذه الصور فقط لي كانت قبل أيام عرضناها عبر تليفزيون النهار لكلاب ضالة هاجمت محمية فلاحية لمواطن على ما أظن في ولاية غردايا دائما في النعامة وخلفت في المنعة عفوا في ولاية غردايا وخلفت هذه الخسائر دكتورة تقدري تشوفي يعني بعينك الصورة لا هذا هذا ما يسرع غرف الزاير تشرحتها في الأوروب رأي تشرحتها في الأوروب رأي يريد أن يقتلوا فيها ومشي غرف الزاير رأي كلاب حيوانات تاكل إنسان عجل لا يكلاب رأي يسرق دركنا لا نحن نحاسبوها حيوانات بصح هذا لا يزالبغ لا ما عندهم كلاب لكن سمحي يطعني كان السؤال هذه المشاهد ما تخليش أنك تستعمل خراطيش لقتل هالكلاب أو ليستعمل كان كلاب ضد الكلاب هاي يكون كان لزالبغ مربين الكلاب الكلاب يطعكي الكلاب قبل ما يجوه صح لا لا كان كلاب كلاب حراسة هذا الاتباش كلاب هي أصلا خوري ثم كان هذو الكلاب اللي قتلوا ليبروبي كم يحكموا ميربوم ويعدوا ما يحاموا على ليبروبي أمجي عانين أو قال نفايات سهل قتل الكلاب سهل التسميم بسحر ماشي سهل ترفض النفايات معنا تهبروش الواحد طيب طيب إذن قبل هابل التفاصيل أشكر جزيلة شكر سيد محمد غريب رئيس بلدية المنيعة من ولاية غردايا اللي تواجدوا معنا عبر الهاتف شكرا جزيلة لك سيدي على كل التفاصيل نذهب نقاشنا مع الدكتورة هيفار زاقي طبيب البيطرية والمدافعة عن حقوق الحيوان في الجزائر نصل لنقطة مهمة جدا ونعلم أن الكثير من الكلاب الضلة تجول في عدد من بلديات الوطن نتحدث على المدن الكبرى العاصمة وهران قسنطينا نتحدث عن ولاية الداخلية والجنوب الوطن كيف هي طريقة التعامل مع الكلاب الضلة لما إنسان يخرج يعني هكذا في الشارع ويجد الكلب يا أنا شفت شفت الناس يجد تدنى الكلاب الضلة يشوف الكلب يحكموا الرعب عادية هو إنسان وشف فريسا وخاف لي يعد فريسا كيتشوف الكلب ما تقيموش كي هو كي شجرة يجست عليها الكلب كيتشوف يشم ريحة الخوف هذا يجد الكلب يصرع له ارتباك يقول هذا الريحة مش عادية لأن الإنسان يخرج ريحة من جهتي هي رهي كومينيكاسيون واسم ربي عطالهم حواج يقدر يشموها وكيتشوف أنا شفت عندي كلبها منصد للدور الناس يدنوا لها ويجد يجد حكم بلاستها يجي يرهو حيوان عنده أحاسيس كلاب الضالة يضربهم بالحجر صارت كلب الضال واحد يضربه بطنوبيل عاودوا له ويجمعته تردقوا له طنوبيل وفي الصين صارت لكي نفهمه كلاب الضالة كمل مدح ويش عليها ولقيت لها شيئ رح ما أعطيها تاكل وفي حال أنه هذا الكلاب الضالة هاجمت هذا الإنسان ما هي الإسعافات الأولية اللي ممكن أن نقوم بها بعد عضة كلب حاجة لازم يدخل في روحه لن يجبد لن يجبد لن يجبد هذه تقنية معروفة أبناء مهاجمت أسراط 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 لأنك طبيبة بيطارية يتعامل مع الحياة لا كلاب أبناء طبيبة بيطارية أنا بكري كنت نخلط في الكلاب قوليلي لكن أثناء عضت الكلب كيف إسعاف الأول يعني له لأول كي يكون كلبي يدرب مع الإنسان لازم إنسان يقعد يدرب معه بس كلبي يزيد هيش والكلب يزيد يقعد لعبة بالنسبة لهم يقعد هذا الإنسان لعبة يجب يجب يلعب ترمي الماء ولا شوش تقدر الدر يتكون بين يديها تانية كي يكون رزاقي طبيبة بيطرية وصحبة صفحة معروفة بالرفق بالحيوان عبر الفيسبوك شكرا شكرا لك شكرا لك